السلام عليكم. انه هو ده نشرح ساينس لبرايماري فور. انا عارف ان مشكلة الساينس كبيرة بنسبة كتيرا للناس وكتيرا متعقدة منها وشايفاها مشكلة صعبة. اما كهرات اشرح الساينس بطريقة مختلفة شوية عن اللي موجود. طريقة جديدة اه مش عارف هيكون لها اثر ازاي انا هدمج بتاعة اربع حاجات في بعض بحيس اني اغطي بطريقة مختلفة شوية عن اللي بنشرحه في اه او اللي بشرحوه على اليوتيوب او بشرحوه اي حتة. ياريت لو عجبك الفيديو وطريقة الشرح وشفتها مفيدة ليك او لابنك او لطفلك والسفات منها تعمل مشاهدة وتعمل لنا سبسكرايب على الصفحة بتاعتنا على اليوتيوب وتعمل لنا لايك على اليوتيوب وتشاركنا وتدعمنا عشان نكمل. لو ما عجبكش الطريقة او شايفها طريقة مش مناسبة ومش هتفيدك. تقولي وانا ابطل الطريقة دي. هنعمل ايه? هنستعين بالتلات حاجات. اولا هنشرح المادة عربي وانجلش في نص الوقت هنشتغل ترجمة. ازاي? تعالوا مع بعض. اول حاجة هنشرح عندنا يونيت وان ليسون وان وهو يومن دايجيستيف سيستم. طيب هنمشي ازاي? هنمشي كالآتي. تشوف حضرتها. يومن دايجيستيف سيستم. انا طبعا ما اطلعاش اي حاجة ابيض يا ورد في اللغة الانجليزية. ليه زيك يعني. كما نطق بتاعنا في مصريين تعبان. فعشان كده هنستعين بترجمة جوجل وهنشتغل من خلالها. هنبدأ اول حاجة هنبدأ كلمة كلمة واحدة واحدة ونبدأ نترجم ونشوف معنى الكلمة وكمان نطقها وكمان ننطق وراه. تعالوا نبتدي مع بعض. هناخد اول حاجة يومن دايجيستيف سيست. طبعا بعد كده انا مش هنطق. احنا هنشتغل من نطق من جوجل وهنطورات. هناخد كوبي ونخش عتر الجمع. ونبتدي مع بعض. اسمع النطق. كمان مرة. كمان مرة. كمان مرة. دايجيستيف سيستيف. تمام? تمام. تعالوا نشوف مع بعض. تاني جملة بيقول لك تعال ناخد الجملة ونترجمها ونشرحها. the structure of the living organism body. the structure of living organism body. اسمع. the structure of the living organism body. يعني هيكل الكائن الحي. او ممكن الترجمة مش مزبوطة نقول الكائن الحي بيتكون من مجموعة من الاجهزة. وهي تعالوا نشوف مع بعض. اول جهاز بيقول لك the living organism body consists of set of system. تعالوا نشوف النطق والترجمة. اسمع? the living organism body consists of a set of systems. these systems are. بيقول لك the living organism body consists of set of system. these systems are. يعني بيقول لك ان جسم الكائن الحي بيتكون من مجموعة من الاجهزة. اي كائن حي قدامك في اي حتة في اي مجال بيتكون من مجموعة من الاجهزة. زي ما انت شايف المجموعة من الاجهزة دي. دي هي الكائهات الحية. واعظم الكائهات الحية بتشابه في مجموعة الاجهزة اللي موجودة بالشكل اللي قدامك دوت. الاجهزة دي ايه هي? وايه? وظيفها? تعالوا نشوف. اول حاجة بدأ عندك بال digestive system. يستواخديني. تعالوا نشوف. بيعمل ايه? تعالوا ناخد الكوبي ونشوف مع بعض. شوف الترجمة بتاعتنا. اسمع? it digests and absorbs food. يبقى هو بيمتص الطعام. يبقى ال digestive system اللي موجود هنا هو وظيفته الرئيسية هو يمتص الطعام ويهضم الطعام. تعالوا نشوف الجهاز اللي بعده. اسمه ايه الجهاز دوت? تعالوا نشوف. طعب الانجلش عملت ازاي اسمه? respiratory system. وهو الجهاز التنفسي. ايه فايز الجهاز التنفسي? الجهاز التنفسي اللي هو الشكل اللي قدامك دوت. respiratory system. ده هو. ايه وظيفته? تعالوا نشوف مع بعض. وظيفته ايه? it carries the process of breathing. it carries the process of breathing. يعني بيعمل ايه? يعني بيعمل عملية التنفس. يبقى الجهاز التنفسي اللي موجود بالشكل قدامك دوت هو وظيفته الرئيسية انه يعمل عملية التنفس. او اسمها بالانجلش انطق. it carries the process of breathing. بيعمل عملية التنفس. تعالوا نشوف الجهاز اللي بعده. اسمه ايه الجهاز ده نطقه? اسمع. urinary system. urinary system. urinary system. الجهاز الباولي. urinary system. urinary system. ايه وظيفة الجهاز الباولي? فين الجهاز الباولي عندنا? الجهاز الباولي عندنا اللي هو الشكل ده? urinary system. تعالوا نشوف ايه وظيفة الجهاز اللي هو urinary system. الوظيفة بتحته وهي اسمع النطق معايا وشوف الترجمة. كمان مرة. معناها انه هو بيعمل على التخلص من المواد الضارة في جسم الانسان. كمان مرة. يبا هو بيعمل على التخلص من المواد الضارة في جسم الانسان. والشكل بتاعه اللي هو urinary system اللي هو قدامنا بالشكل دوت. تعالوا نشوف الجهاز اللي بعده. اسمه ايه؟ اسمع النطق. اسمه nervous system. اسمه nervous system ايه؟ nervous system. nervous system اللي هو الجهاز العصري. فين الجهاز العصري؟ اللي هو موجود قدامك دوت. nervous system. ايه وظيفته؟ تعالوا نشوف ايه وظيفته مع بعض. مرة. اسمع النطق. it lets us have the ability to feel, hear, see, smell and taste. كمان مرة. it lets us have the ability to feel, hear, see, smell and taste. يعني بيدينا القدرة على الشم والشعور والسمع والتزوق. يعني الجهاز اللي هو nervous system بيدينا القدرة على لد اصحب. ability to feel. انك تحس بالشعور اللي قدامك. تبدأ اما حد يديك على ايدك تحس بيه تسمع. see. ترس. مل. شم. تست. وكمان تزوق. تعالوا نشوف الجهاز اللي بعده. اسمه ايه الجهاز اللي بعده؟ اه ايه؟ ريوبروداكتف سستم. ايه هو؟ ريوبروداكتف سستم. وهي وضفتو الجهاز التناسلي. تعالوا نشوف's. بتجديك الفرصة على تجدد او افراج او انك تتالت افراج جديدة او تجيب افراج جديدة عشان تحافظ على نوعك داخل المجتمع دي مجموعة الاجهزة اللي اتكلمنا عليها النهاردة ودي نطقها وكمال ازاي بيشتغل عندنا ممكن بعد كده نخش في تركيب بس انا عموما عايز اشوف الناس رأيها ايه في الحاجات اللي نديتها دي وهل هي جيدة ولا هي مش جيدة لو الناس شايفة الطريقة جيدة هكمل بيها وهشرح علوم سايز كله بنفس الطريقة نطق بجوجل وكمان بشرح كده بالكلام العربي وكمان تشوف الرسمات بكتاب المدرسة زي ما هي موجودة